حسابات سياسية كثيرة ومذبحة بلا عقاب واقعة الكرامة المجزرة الأكثر قتامة في الذاكرة تلك الجريمة التي استهدفت شباب الثورة السلمية واعتبرت على المستوى الدولي من أعظم المجازر فضاعة بحق المتظاهرين العزل فعلى الرغم من توافد وغزارة الأحداث المأساوية في تلك الفترة وازدياد وطيرة التصعيد الدموي خصوصا بعد سقوط الدولة بيد الجماعة العنيفة المتحالفة مع صالح بيد أن ذلك لم يستطع أن يمحو صور المجزرة الدامية من الذاكرة الجمعية وسياسيا مثلت مجزرة الكرامة نقطة تحول في سلسلة الاحتجاجات اليمنية التي قصمت الجهاز البوليسي لنظام صالح ودولته العميقة آنذاك ردود الفعل التي أعقبت المجزرة ونزيف الاستقالات في الحكومة هي الأخرى مثلت ضربة موجعة لصالح لا سيما بعد انشقاق وانضمام وحدات من الجيش إلى صفوف المحتجين وإذا كان ذلك التأييد للثورة باعتباره أداة سياسية فعالة ساعدت في انهيار جزء من منظومة صالح التي كان يراهن عليها لمجابهة الثورة الشبابية إلا أن التحقيق حول الجريمة وأبعادها لا زال غامضا لدى الشارع اليمني حتى الآن تظل جريمة الكرامة كغيرها من الملفات الحقوقية بحاجة ماسة إلى حضور العدالة الانتقالية وقبل ذلك إلى عودة الدولة التي تم الانقلاب عليها اشتركوا في القناة